السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين اي رابط كنوا بخير النهاردة في فيديو جديد معنا الموبايل السنسوك جالاكسي ستة وتلاتين فاي في جي النهاردة هنتكلم ازاي لو عرفت ازاي لو نسيت الرقم بتاعكم مش عايف تفتح الموبايل هتفتح الموبايل ازاي وحط البصمة برضو مش شغلة معاك فتابع معا الفيديو الاخر عشان اقول لك ازاي تعمل فورمات للموبايل بطريقة سهلة جدا ومن غير ما تحتاج للرقم بتاع الموبايل او البصمة بتاعة الموبايل فاول حاجة هتجيب كابل شاحن كده بالشكل دوت وبعد كده هتدخله في الموبايل ومن الطرف التاني هتوصله بالكمبيوتر او بالكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب وبعد كده الخطوة التانية هتبدأ بقى تعمل قفل تشغيل الموبايل هتضغط على الزر الباور وزر خفض الصوت وتضغط ضغط امطولة كده بالشكل دوت وبعد كده الغطوة التانية تضغط على زر الباور وزر خفض الصوت مع بعض كده ضغطة متوالة بالشكل دوت. لحد ما هلاقيه يزهر لي قائمة ايقاف تشغيل. وبعد كده هلاقي الموبايل هيبدأ انه يدفي معي كده بالشكل دوت. وبعد كده هشيل سبعين من على زر خفض الصوت وزر الباور. بعد كده هضغط على زر الباور زر رفع الصوت كده مع بعض بالشكل دوت. بعد ما هلاقي الكوائمة ديات بدأت تظهر معي هشيل سبعين من على زر الباور وزر رفع الصوت. بعد كده القائمة ديات بدأت تظهر معها وكأنه بدأ يعمل اعادة تشغيل للموبايل. بعد كده هيزهر لي قائمة بيشتاكل دوت. او انا عشان اعرف متحكم فيها. الزرار خفض الصوت بينزل خطوة لتحت. والزرار رفع الصوت بيطلع خطوة الفوق. والزرار الباور بيبدأ يأكد الخيار اللي انت تختاره. يعني مسلا هنبدأ بقى نعمل خطوات الفرمات. هتنزل معي خطوة اتنين تلاتة. اللي حد وايب داتا فاكتوري ريزيت. بعد كده هضغط على زر الباور. هاجي على الخير اللي بعد كده اللي هو فاكتوري داتا ريزيت. واضغط على زر الباور عشان ااكد الخيار. وبعد كده هاكد على خيار الريبوت. سيستم ناو اللي انا عليه كده بالشكل دوت. بعد كده هاختار زر الباور. هيبدأ الموبايل انه يعمل معي للجهاز. ويفتح معي الموبايل. وهي كأني اول مرة هفتحه. وبعد ما يظهر معي القائمة ديت هقدر ان اشيلي الكابل كده من الموبايل عشان اقدر اني اعمل ريسارت للجهاز وانا مرتاح. بعد كده القيمة ديت يا جماعة اكينك بتطلع الموبايل اول مرة من العلبة بتاعته. بعد كده اختار اللغة. ولو عاوز تسيبها انجليش فاسيبها براحته. برضو لو كنت عاوز تخليها عربي فانت هتنزل على العربية وتختارها كده بالشكل دوت. بعد كده هتعمل اوكي. بعد كده هتعمل بعد كده هعمل موافقة على الكل. بعد كده هعمل موافق. بعد كده اعمل الاعداد يدويا. وبعد ما ادخل الشبكة زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت. بعد كده هعمل التالي. هيقول لي جار الاعداد لاتصال الهاتف المحمول قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. بعد كده اعمل اعداد لا حكم في الضبط. بعد كده هعمل التالي. بعد كده التالي. بعد كده اشير الكابل كده من هنا بالشكل دوت. بعد كده عامل تخطي. هيقول لي جار التحقق من المعلومات. جار التحقق من المعلومات. بعد كده هعمل التخطي. لما كنتش عاوز دخل الاميل دلوقتي. بعد كده هعمل تخطي. تخطي على اي حال. المزيد المزيد قبول. وجار الاعداد الهاتف. هل نسيت كلمة المرور او لا يوجد لذاك حساب. بعد كده الاعداد لاحقا في الضبط تخطي. بعد كده المزيد الكل موافق. مزيد موافق. فاتح ولا غامق زي ما انت عاوز. فاتح او داكن اللي رايحك اختاره. وبعد كده هتعمل معي زي كده التالي. بعد كده هيقول لك احصل على التطبيقات الموصلة بها. سيتم تنزيل التطبيقات عندما تكون متصلا بشبكة الواي فاي. بعد كده هعمل التالي. بعد كده هيقول لي انت جايز تقدر تدخل على الشاشة الرئيسية هضغط على الرئيسية كده بالشكل دوت. بعد كده هيتلاقي دخلك على الجهاز. وتستمتع باحسن تجربة ويكا انك لسه مطلع من العلبة ولا اكنك شريء اول مرة. وبس كده ديت كانت فكرة النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك. بس لو عجبك الفيديو ما تستاش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تستاش تعمل لي لايك وكمنت حلو. واشوفكم في فيديو جديد وسلاة.